يمكن ناس كلها في الوطن العربي بتتربى على الأغاني المصرية القديمة موكرسون بقى ومعبدالوهاب وسيد درويش ده ما سهلش عليك فكرة انك تنطائي اللهجة المصرية وانت مرتاحة بكل أمانة الشرقي كنت سمعه لكن ماشي دائما لاني انا كنت مولوعة بالراي الجزائري كنت سمعه بزاف احتف تكنيك دي للريتم غير يعني الطرب غير والريتم دي للراي غير الريتم الشعبي غير يعني كل بلد عندها هذلك الراي مثلا احنا حدنا من خلال شاب خالد لكن الراي شاب خالد غير الراي اللي احنا كنغنيوه في المغرب الفرق انه شاب خالد كيغنيه باش الأغاني يفهموها في العالمية يعني حتى مني كتحس بالريتم راب كيمشي للراب كيمشي للهاوس لا احنا الراي عندنا علاوي يعني حساس طب ممكن نسمع نشوف ده شكله ازاي لو كان معي الأورجانيس ديالي غدتسمعه طب يعني انتي اختري لي حاجة انتي تحبيها نقول للناس يعني اخواتنا في المغرب بيغنوا الشكل ده من الغنى بأي طريقة حساسي 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 اخواتنا في المغرب اخواتنا في المغرب اخواتنا في المغرب ورانيمة وحشتها اخواتنا في المغرب بالعربي